موسيقى موجز الأخبار من قناة يمن شباب أهلا بكم نظم عشرات اليمنين العليقين في مدينة بورد سودان وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بسرعة إجلائهم المحتجون رددوا هتافة ورفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم بسرعة تنفيذ عمليات الإجلاء ووضع حد لمعاناتهم اليومية في ظل الأوضاع المتردية في السودان أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده الكامل للجمهورية اليمنية ومساندته للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي وإنهاء الحرب وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي أن الرئيس السيسي استقبل وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري وأكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لليمن ولجهود السلام بما يحقق مصالح اليمنيين على مختلف الأصعدة أقرت ميليشيا الحوثي الرهابية بمصرع أربعة من عناصرها بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الميليشيا شيعت جثث أربعة من عناصرها بعد مصرعهم خلال مواجهة مع الجيش والمقاومة دون تحديد مواقع مصرعهم طالبت منظمة ريتس رادر بإطلاق صراح الصحفي أحمد ماهر والمعتقل في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة الموقتة عدن المنظمة دعت الحكومة إلى تدخل الحاد أو الجاد لإطلاق صراح ماهر المعتقل في سجون الانتقال منذ أغسطس 2022 حيث جاءت هذه الدعوة الزامنا مع اليوم العالمي للصحافة نفع حلف أبناء وقبائل شبوى خبر المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي والذي من المقرر إنعقاده غدا الخميس واستنكر حلف أبناء وقبائل شبوى في بلاغ مقتضم تداول بيان مزور باسم الحلف يتضمن تأييده للقاء الذي دعا إليه الانتقالي مشيرا إلى أن أي بيانات أو مواقف للحلف يتم نشرها عبر مواقعه الرسمية نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة